أكد صعدت السيد مصطفى بن خاي سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أن مملكة البحرين متمرسة في العمل العربي المشترك ولديها حضور مكثف ومتميز على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية نجاح أولا أهنئ مملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذه القمة وأشيد بجهود التي تبدلها مختلف القطاعات الحكومية البحرينية في إطار تحضير لتنظيمها صحيح أن القمة العربية تأتي أو تنعقد في ظرفية إقليمية دقيقة ولكن الجميع واتق في قدرة البحرين على إنجاحها إن على مستوى التنظيم أو على مستوى القرارات التي ستصدر عنها على مستوى التنظيم البحرين تزخر بالكفاءات البشرية عالية الجودة تزخر بالقدرات اللوجستية الحديثة والمتطورة والبحرين أيضا تتوفر على تجربة رائدة في مجال تنظيم الاستعقاقات الكبرى في مختلف الميادين على مستوى المخرجات القيمة البحرين متمرسة في العمل العربي المشترك وهي دائما تسجل حضور مكتف ومتميز على مستوى جميع أجهزة الجامعة العربية ومؤسساتها الفرعية وبالتالي تستطيع إنتاج مبادرات حيوية دكية تقترحها لتصدر ضمن قرارات أو في إطار قرارات هذه القيمة كما أن البحرين تحضع بالتقة الجميع داخل الجامعة العربية وخارجها وباحترام الجميع داخل الجامعة العربية وخارجها وهذا يجعلها قادرة على المساعدة على توحيد الجود العربي نحو الدفع ترجمة نانسي قنقر